هكذا يبدأ المقاتلون يومهم هنا في محيط معسكر التشريفات أكثر الجباهات سخونة إلى جنوب الشرقي لمدنة تعز يتسلحون بالعزيمة والإرادة في مقاومة العدو ويقتاتون اليسير من الطعام خط التماس الذي يفصل هؤلاء المقاتلين عن معسكر التشريفات عبارة عن شارع ضيق فقط فإلى موراء السور يصل المقاتلون في معظم فترات الليل منفذين هجمات خاطفة فيما تتواصل الاشتباكات مع العناصر الميليشيائية المتحصنة في هذا المعسكر على مدار اليوم تقريبا والتي يقول المقاتلون إنها تلحق أضرارا مباشرة بعناصر الميليشياء تتحصن عناصر الحرس الجمهورية المنحل في هذا المعسكر الذي تتواجد فيه منذ عقود ويبدو أنها تتحصن في خنادق ومخابئ سرية في هذا المرتفع المنبسط مع انحدهر والذي يضم القصر الرئاسي ومجمع الفلل ومن بينها السكن الخاص للمخلوع صالح لذا يستفيد مقاتل حلف الإنقلاب من هذه التحصينات في إطالة أمد المعركة التي تضمن لهم بقاء في جنوب وشرق مدينة تعز ما يستدعي ضرورة تأمين تعزيزات تسريحية كافية لهؤلاء المقاتلين لإنجاز مهمة السيطرة على هذا المعسكر لا يكفوا المقاتلون عن المحاولات لكن استعداداتهم تبدو كافية لمنع أي محاولات جديدة من جانب الإنقلابيين للتقدم باتجاه الأحياء السكنية المحررة الحوثي استعدادت محاولات يومية محاولات هجمات فاشلة وترتيبات وبفضل الله وبفضل أبطال الجيش الوطني وأبطال المقاومة يتم إحباط أي ترتيبات أو أي هجمات للحوثي والمخلول إلى الشرق من هذا المعسكر تقع تبة السلال وتبة سوفتيل التي تتمركز فيه مع عناصر الميليشيا الإنقلابية وتستمر في قصف أحياء المدينة بقذائف الدبابات والهون والهوزر الرهان بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة ينعقد على الوصول إلى هذه الأهداف التي ستفتح الطريق أمامهما للتقدم على طول الخط المؤدي إلى مطار المدينة الأمر الذي سيضع حدا نهائيا لوجود الميليشيا في محافظة تعز